السلام وعليكم تشبع الكرام. مفاجأة وقوم بولا تقدر اطرافة الصيف هذا هو ان اكريسيا نورنالدو يقدر يجي ويلعب مع حاكيمي في باري سين زرمان. المهمة هدراء مش يدوين غير من الفارغ بحيشة الشيء من الصحف بريطانيا وفرنسيا وإيطاليا كانوا يقول لادلان هذا ويقدر يطرع. علاش الخوش نبدو بتفاصيل ونقول لكم تكشب الدليل وبالحصائيات اتعرفوا كل شيء على مستقبل البرتوغالي وفين غدا يمشي. نبدو بتفاصيل. المهاجم برتوغالي اللي كي بلغ من السن السو تلاشين عام يقدر يغادر يوفينتوس مع بقع عام واحد فقط مع الفارغ ايطالي بحيش يقدر ينضم الزملاء ديله السابقين في ريال مدري بحال الاسرف حاكيمي والاسباني الراموس بحيش السؤال وليك اطراح بزيف هل سيغادر رونالدو يوفينتوس هذا الصيف هاد السؤال تزيد الضغط على كريسيانو بحيش واحد صورة كان لها مؤخرا عبر حساب رسمي على الانستغرام بحيش تكتب عليها يوم القرار كما كتوف لفوتو هاد اللاعب كتخلص اغلى راتب سنوي في العالم حاليا بعدما انهاء نيولان ميسي العقد ديله مع بارشلونا بحيش تخلص واحد وثلاثين مليون يورو السنوية وهذا هو اغلى اللاعب ازرر في كورة القدم حاليا بحيش هالموشكي ذي يوفينتوس هو انا دراتي بدل كتخلص معهم رونالدو غالي بزاف وكشكل عبع ونخيفات كبير على مستوى الدخل ديله بحيش هاد موسم دلالفين وعشرين نسبة نخيفات حاد في دخلي بنسبة كتبلغ تلتاس في المياه مع بديد الازمة دل كورونا وبإضافة الى خسارة الدوري الايطالي هاد الموسم من لانتر ملانو بحيش كقول الصعف حاليا باللي كعرضو يوفينتوس على رونالدو تخفيه دراتب ديله من واحد وثلاثين مليون يورو الى عشرين مليون يورو وكتقال ان وكيد رونالدو خور خامينديز يجري مناقشة مع النادي الايطالي وبالتالي يقدر يغادرون في الصيف هذا يعني كملخص في اي لحظة تقدر ترى شيء مفاجأة قنبوا الى رياضية هاد الموسم يقدر رونالدو عنده جش حلول يمشي ببرسين زرمان لبغي الخليفة يبقى في اليوفي مع تخفيه دراتب اشبال لكم الخوش وش يقدر يغادر ويلعب مع المغربي اصرف حاكمي ببرسين زرمان او لا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة